شرع جيش الاحتلال الاسرائيلي في ايقامة سياجين ذكي مزود بتقنية الالكترونية وكاميرات مراقبة متطورة جنوب الجولان المحتل قرب الحدود مع الاردن على الرغم من وجود سياجين هناك واحد اسرائيلي والثاني اردني فيما اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن اعادة فتح سفارة بلادها في الاردن تدريجيا سيادة المستشار عودة لحضرتك مرة اخرى اذا كيف تقيم العلاقات الاردنية الاسرائيلية شوفي ابدأ من الجزء الاخير اللي حضرتك قلتين اللي هو اعادة فتح سفارة اسرائيل في الاردن السفارة كانت توقفت عن عملها منذ شهر يوليو الماضي بعد قيام حارس امن داخل السفارة بقتل مواطنين اردنيين وتسترت عليه ونقلته الى اسرائيل السفيرة الاسرائيلية التي كانت موجودة هناك واشترت الاردن ثلاثة شروط لعودة العلاقات مرة اخرى او عودة السفارة للعمل في عمان الشرط الاول ان يتم تعويض الاسرتين بالاضافة الى اسرة قاضي اردني قتله حارس امن اسرائيلي على جسر الملك حسين في 2014 وتم التعويض بالفعل بتكلموا عن 5 مليون دولار دفعتهم اسرائيل للأسر الثلاثة الشرط التاني كان يعني قيام السلطات الاسرائيلية باتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبة حارس الامن الذي قتل المواطنين الاردنيين داخل مقر السفارة الاسرائيلية وتعحدت اسرائيل بذلك الشرط التالت تقديم اعتذار وقد اعتذرت اسرائيل وايضا كان من ضمن شروط الاردن الا تعود السفيرة الاسرائيلية نفسها الى الاردن الان عادت السفارة للعمل وبيبحثوا عن سفير جديد يبعثوه لان الاردن لن يقبل هذه السفيرة مرة اخرى اما اجمالا العلاقات المصرية الاردنية ده اتصالا بسؤالك الحقيقة الاردن وبالذات الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني كله الحقيقة من اكثر المتأزين والرافضين والمعارضين لقرار نقل السفارة الاسرائيلية الامريكية الى القدس الاسرة الهاشمية في الاردن تشارك في رعاية الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس وتعقيدات القضية الفلسطينية تلقي بظلالها على الوضع الاردني اكثر من اي طرف اخر لا اسباب ديمجرافية واسباب جغرافية واسباب تداخلات عديد فالاردنيين بما فيهم القيادة الاردنية اكيد في حالة استياء من نقل او وضع القدس في الوضع الحالي الاجراءات الاسرائيلية في القدس الاجراءات الاسرائيلية في الجانب الاستيطان في الاراضي المحتلة أعلى ناما